قلت قبل في تسريح لك اختلح حالية منصب رئيس الملعب التونسي نعم، صحيح في 2014-2013-2014 بعد غازي بن تونس والأقبل لا، قبل غازي بن تونس جانب بعد لكن لا، في 2013-2014 أقع من واحد من أكبر المدعمين في ملعب التونسي قالوا شده أنت الملعب التونسي ونحن نعاونوك ونكفو معك وأنا الحقيقة قلت لأمر أنني لا قادر لأن نرى الملعب التونسي أكبر من فرشة لنجب أن نكون رئيس فيها عندك تموح؟ لا، حقيقة ذلك جملة؟ لا ترى ما روحك؟ لا نطمح، لن أشد رئيس الملعب التونسي ولن أشد حتى منصب آخر على المستوى الرياضي جلس نموها، أقترح لك حتى ما قلت أنت كيف كيف ونصب أخرين وزير الرياضة صحيح؟ في الوصولتاج جاني من سيد سليم الرياحي ووقتها هو أخذاء الحقيبة متع مزارة الرياضة وكلمني هنا وقتها في السعودية قال لي نحبك تهبط ونطرح لك أنك تشد منصب وزير الرياضة تضع مير بن ذيا؟ تضع مجدولين شيرن هو مير بن ذيا؟ لا، مير بن ذيا قبل وقت اتنحى مير بن ذيا وقبل التعاين مجدولين شيرن وبعد ذلك كلمت ورن قلت أن الحقيقة لا يرى ولم يستهونيش المنصب وحتى ديور مجدولين كانت تسمع فينا وتتذكر قابلت رويا وحكينا ووقت على سيس في سبول تعاون، قلت أني أنا مسعد نخدم بلاد يران لكن ليس لا يحتاج لحظة المنصب مغرين للناس الكلين؟ أنا لي يغريني، أنا لا يغريني، أنا أيضا، لأنني تغريني كان خدمتي لحقيقة ما هو يغريني؟ المحامات الوحيدة لأدوغليني فقط، روحي كان محام ينظر روحي كان محام ويغريني النجاح في المحامات، أكثر شيء يغريني فهمتك في الجامعة، كيف كيف؟ لا أكثر أخطر حاليا أن تدخل المكتب الجامعي بالفرصة من المكتب الجامعي الحالي ودى عجري في المنظر الإخرانية، لا أريد أن أدخل معي، قالت له لماذا؟ في الجماعة الكورة أو في جماعات أخرى كيفية، أعرضوا عليها وأنا لم أحبت ونقل رأى سابري بيزار، لماذا؟ 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 أنا متعفف عن المناصب، لماذا؟ لماذا؟ أنا أريد أن أحب الحرية ونلقى راحتي برشا وجوي، ومعاتها، والبراديم هي في خدمتي ليب الملك نفسك، ليس ملتزم ملتزم في خدمتي، خدمتي أصلاً لا أشيخ فيها، مهما تنتع فيها، أنا ديما فرحان لذلك، سياسة لا تعنيني، الحقيقة لن تميت للسياسة لا، لن نقول كيفية الناس كلها، يقبل الثورة أو بعد الثورة لماذا خرشت مستاد؟ لا، بالنسبة لي أنا، فأنت سيكل، لذلك، حسيت روح أن أعطيت كل شيء لنجم نعطي الملعبة تونسي، أنت أنك مسؤول قضية خالد القربي، سبب في أنك خرشت مستاد؟ خالد قربي؟ القضية بتاع المعاقب هو وقت تتوقف مدى الحياة ما فهمتش، قد تفهم جانب فيها، طبقنا سمعتك مرة قلتها من أسباب ابتعادية على مرعبة تونسي، قضية خالد القربي؟ ليس حقال خالد القربي، قضية ماتش المارسة، هو اللي خلاني معتها نهائيا، قلت ليس نتخلى على المناصر لماذا؟ على خاطر، شوف، أنا إنسان وقتي نخدم، خدمتي، أنا المراحية اللي مسؤول عليها، ومنحب حتى حدي الدخل فيها، ومنقبل حتى حدي الدخل فيها، لأنه أصلاً حتى أي شيء دخل لا يكون لديه المعرفة والإلمان بالملفة، لأنني لا تسمح أن تدخل حتى حديث، وعمري لم تسمح لحد حتى حديث، لدي حتى ملف عندي أن يدخل فيها، لا في الملفات الشخصية التي في مكتبي، ويعرفوني الناس التي تتعامل معي، ولا في الملفات التي تقصها في لعبة تونسي أنا أتوقف، نخدم ملفات، في تعامل مع جلوب الناس يعرف ملف، أنا ملول للخ، وتحمل مستموليتي فيه ملول للخ، وممكن أن نحص الحظي أنا لأنني نجحت في أغلب الملفات، في خليني أكثر نتمسك بالمبدأ هذا، ايه، لم تفهمتش، لم تفهمتش، لم تفهمتش على خلال القربي، فمش كوني أحب يتدخل معك؟ تم أتراف، ممكن ما تعرفش ملعب تونسي، ممكن جيد فترة هذه المتاع بعد ماتش المرصة، وواحد يقتراحه، وواحد يزيد، وواحد يحبي، كل واحد يحبي يدار اللي هو ناجم يكون في أحد لذلك، أحبوا يدخلوا في ملف، الحقيقة أنا قلت له، نخدم من ملف واحد، نسلم لكم ملف يختموك، نحب وضعه ما تشوفش باية، أنت متنقف شوية هنا مع نفسك، مثلا أنت تدخل طوانتي اليوم، أنت بعيته تدخل، مثلا تقوله في عمل الكاتب العامل هو نيز البيجي اليوم؟ لا، بالعكس نخدمه معتها في كونكوردونس الكاميرا، ويعرف الأستاذ البيجي، بالعكس أنا عمري ما حاولت نظر أنا بمضربة البيتالية، لأنني عبد ما تعرفش أني أخذ في ملفات، وعمري ما قلت لأنني أخدمت ملفه، وعمري ما قلت رأينا بلافك، هنا قلت لك، هو والإدارة، رئيس النادي، هم ينسق مع بعضاً بشي أعطوني ملفات، وهو اللي يكلمني هو اللي يبعثي ملفات، وراني أنا، توسكي ديكلاراسيون، أرجع للإدارة، حتى جاءوا ملفات اللي يكلموني عليهم، وخدمهم أنا، ورواحهم أنا، وتصلوا بي في تصريح، قلت لها تصريح، وراني أنا، ليس بدوري، وترجع للإدارة، فهما كاتب معهم، وفهما نطق رسم الجامعية، هو يصرح لكم بالشيء ذلك، لذلك، لم يكن لديه، لماذا لا أدخلت في خدمته، هو متصل بي، قال لي بربي عاوننا في ملفات، وخدمهمنا، وعاوننا فيهم، بالعكس، ومع أن نستخدم الفرصة، الكاتب عام، الأستاذين سباجلين، الأستاذ، كل دخلوا بعضنا، كما قلنا نحن، أول واحد دخلوا معه في المسؤولين ملعبات، هو العبدوليل، ويعرف شهذا، ويقوله ديما لأنني أنا دخلت معي في الاشلاحة بها، إيماناً بالطاقة التي تلزمها لها أستاذ، الشابة الكل لازمة تكون موجودة ومتواجدة، لذلك لقيته، ووقتها فيه، هو كان متابع الملعب التونسي، وقلت له، لماذا تحب التابع من وراء الجرياش، ودخل مديدك كما قراءة أخرى، كما قلنا نحن، ماتة ما دولة بعد كما قراءة أخرى، ودخل معنا وخدم، وشوف ما هو المسؤولية بالحق، وتخلوا ودخلوا بضيقة في الملعب التونسي، من وقتها ديها، من 2005-2006 جوكوروات دخلتوا معي، لماذا علاقتك متوترة شوية بغازي بن تونس؟ لا يوجد علاقة أصلاً هنا، كنت عندك علاقة كنت عندي علاقة، ومع لماذا توترت، لم تكن علاقة أحد، توترت لتكون علاقة موجودة، لدينا علاقة بكل أحد، لن يجب أن تتصل بيه، كنت عندكم علاقة كبيرة بينكم، وعند أخذوا بعضكم في السن، وقالت لحلقات مبادئ، لما العلاقة مع الأنسان الذي نكون إنا وإنه لم يعد فيها المبادئ التي اتفقنا عليها، وليما أساسها تبنتي لها العلاقة، أنت بالنسبة لأنتيات العلاقة، للينا أعرف أنك متغشها لي شوي، قلت لك حتى لا أحب أن نقابله، صحيح، لم تقول أنك لا أحب أن نقابله، خلط ر شوف راوك. كي نقول ما تغشش. معنا انا عندي مشاعر. مم. وماذا بي نكون انا جايب متقلق. مم. وماذا بي لو تسنح الفرصة يوم ما بيش نحكيه وباش نحلو المشكلة هذه. انا نراني ما عايش عندي بيه عليك اصلا. لما تغشش. لما مش ما تغش. متاجر ما تقول شنو صار? ليه شوف نحنا علاقة دب دات علاقة احترام. لما زي ما تحترمنيش. انا الساس العلاقة مع اي انسان كي. مهما كان صغير كبير رئيس جمعية مواطن بسيط عليك. يا بيت. توفى نهارتي توفى الاحترام على بيناتك. في شنوة شوفت عدم الاحترام. شوف ما بش في عدم الاحترام في وقت اللي في الازمة مثلا مع العبدونسي. اكثر واحد وقف معه. انا ومجموع اخرين. واو الناس تخلى عليهم. وهو تخيل ان هو نجم يتخلى عليهم. هو نحنا. من نهارتها بارتي كموة من الفين و سوطاش. معاتش عندي بيه حتى عليك. الحقيقة لا شوفت ولا قابلته ولا جاء بيناتنا حتى التساء.